لم يكن الرابع والعشرون من آذار من هذا العام كغيره من الأيام هكذا قالها المعتصمون هنا فالرابع والعشرون من هذا الشهر كما يقولون يعني المبيت 24 ساعة متواصلة في هذا الميدان يوميا حتى تحقيق مطالبهم معين الأجواء برد ولكن مستمرين أنا رح أنام هون ونيسان جاي النيسان رح يكون أدفة وإحنا مستمرين الوضع مفتوح وهذا الاعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب العديد من المراقبين يرون أن هذا الاعتصام لم يكن حكرا على فئة معينة أو حزب دون غيره بل يرون أنه جامع مانع جمع كافة الأطياف حول مطلب واحد ألا وهو الإصلاح ومانع في الوقت نفسه لأنه منع الوقوف تحت أي راية غير الراية الأردنية في رسالة واضحة تجمع ولا تفرق الشباب المعتصمون هنا اليوم يؤكدون أنهم لن يرحلوا حتى تحقيق المطالبهم فهم يهتفون ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان بل بالكرامة والحرية على الجانب الآخر من ميدان الداخلية تجمع العشرات من المواطنين الذين وجهوا انتقادات حادة للمعتصمين بالتزامن مع وجود كثيف لقوات الأمن والتي وزع أفرادها المياه والعصائر على المعتصمين من الجانبين هذا الميدان على التساعه شاهد بزوغة فجر حركة جديدة سميت باسم يوم الاعتصام حركة الرابع والعشرين من آذار التي أعلنت عن مطالبها والتي تبدأ بفك التبعية الاقتصادية ولا تنتهي بتشكيل حكومة وطنية إعلان 24 آذار الصادر الصادر عن المعتصمين في دوار الداخلية فإن شباب الأردن العظيم وشعبه يطالبون جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالتدخل الفوري لإجراء الإصلاحات الدستورية الشاملة تشكيل محكمة دستورية عليا سالساً حكومة تشكل من الأغلبية النيابية حكومة تشكيل من الأغلبية النيابية وينحها الثقة ويضر ميزانيتها ويطيلها ويقبل استقالتها مجلسة النواب والأعيان في اجتماع المشترك جسر الداخلية لم يكن اليوم جسراً لنقل المركبات فقط ولكنه نقل أيضاً أصوات وهتافات المعتصمين الموجهة إلى الحكومة يقول المعتصمون هنا أنهم خطوا اليوم الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل الإصلاحية فراس محافظة لبرنامج دنيا الصحافة اشتركوا في القناة